والله مهل والله مهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وحضراتكم بخير كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات في المعادة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنا منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله ستجدد نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد أن هذا أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة كل عام وحضراتكم بخير تتجدد معكم اللقاءات ويستمر التواصل وتمر الأيام ونقترب من الشهر الفضيل ومن الأيام المباركة وبحق هذه الأيام المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى نسأله أن يزيح الغمة وأن يرفع البلاء وأن يديم على هذه الدولة وأهلها وشعبها وعلى كل الناس أجمعين صحتهم وأمانهم وصدق أفضل الخلق عندما قال إن من أوتي قوت يومه وبات آمنا في سربه معافا في بدنه فقد حيز الدنيا فالناس الوقت من ألأها وخفها شوفوا بتعمل إيه؟ من المرض وانتشاره أو خفهم حتى منه أدأهم شكله عامل إزاي وأضعف مخلوقات الله يهز اقتصاديات العالم ويرعب البشر ويبقي البشر في منازلهم ويحبسهم ويحبس أنفسهم ويضيع كل مكتسبات الحضارة والإنسانية وما أنتجته وتقف الطائرات وتتوقف وسائل المواصلات ويتساءل والرد معروف لمن الملك اليوم فنتضرع لله سبحانه وتعالى أن يجرنا وأن يرحمنا بحق المستضعفين والمستحقين وأن لا يعاملنا بالعدل ولكن يعاملنا بفضله وبالإحسان وفي هذا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونتمسك بالعلم وخطواته وشرحنا الحلقة اللي فاتت ما هو جديد في الحديث عن الكوفيد ناينتين أو الفيروس الكورونا المستحدث وسنستكمل دمع حضراتكم عشان نشرح أساليب الوقاية ونزيل المعلومات الخاطئة قدر الإمكان ما بين اتصالات حضراتكم بإذن الله تعالى معنا اتصال تليفوني نبدأ تفضله السلام عليكم الدكتور وعليكم السلامة وطلعه وبركاته لو سمحت يا دكتور أنا نزلت عليها الدورة الشهر اللي عده يوم أربعة وبعدين أنا كنت أمنا بتعبير صديق وتنقيق وأخذ جلق وشيء بشيء أنا مش عارفة دلوقتي ومستل حد دلوقتي ما نزلش الدورة فأنا مش عارفة أعمل اختبار في البوم ولا أصبر شوية ولا أعمل تحليل في الدم ولا أستنى يعني ولا إيه بزرس صحني حدرت بإيه الدورة تأخرت عن معادها كده حوالي أربع أو خمس أيام وهو وقت مناسب لعمل التحليل سواء التحليل في البول سيظهر إذا كان في حمل والتحليل الدم أدق وأكثر كفاءة وأكثر مصداقية فإذا عملنا تحليل البول وظهر بوضوح فده يؤكد أن في حمل ما ظهرش أو كان فيه شك أو رحنا من الأول عملنا تحليل الدم فهو الأكثر دلالة لأنه أكثر حساسية يا رب بالتوفيق معنا اتصل تاني طيب نشوف بقى الفيديو اللي احنا محضرينه لحضراتكم للحديث عن الفيروس وإيه هو صحيح العلم فيه زي ما قلنا في الحلقة السابقة وسبل الوقاية منه نشوف كده ده تعريفه اسمه كوفيد ناينتين اختصار لكلمة كورونا وفيروس وديزيز وسنة 2019 تم اكتشافه هذا الفيروس من مجموعة فيروسات كورونا زي ما قلنا كان أول إصابة واضحة به وموثقة في مدينة وهان الصينية وهو يؤدي إلى التهاب رئوي حاد ومع انتشار المسافرين من هذه المقاطعة خاصة مع عدم إجراء عزل صحي مبكرا انتشر هذا الفيروس إلى أنحاء العالم وهو ينتشر عن طريق المخالطة القريبة وغسل اليدين وتغطية الأنف والفم وتجنب المسافات القريبة والأماكن المغلقة هو وسيدة الوقاية الأعراض زي ما حضراتكم شايفين هي ارتفاع الحرارة الفيديو ده فيديو من منظمة صحة العالمية وعليه علامة منظمة صحة العالمية وترجمته لحضراتكم ترجمة قد تكون مش واضحة شوية هحاول ساعد حضراتكم في قراءتها ده المعلومات اللي موسقها بنظمة الصحة العالمية عن كريفية الانتشار عند العطس الكحة الحديث بصوت عالي فيه رزاز بيخرج الرزاز ده بيخرج من الأنف أو الفم الرزاز بيتطاير وفيه مسافة المسافات القصيرة بتسمح بانتشاره الفيروس لأنه تقيل بعد فترة من استمرار الجزيئات دي فيه الهواء بيجي على الأسطح ويستمر على الأسطح لعدة ساعات ويمكن قتله على الأسطح بالمطهرات التي تحتوي على الكحول أو الكلور لأنها مزيبات دهنية لأنه زي ما قلنا حواليه غلاف دهني يجب تجنب ملامسة مناطق الغشاء المخاطي في الوجه اللي هي العين والأنف والفم لأنها قد تنقل الفيروس من اليد الملوسة من الأسطح الملوسة ودي الطريقة المسلة العطس الكحة أو استخدام مناديل وتلقى إلى القمامة مباشرة غسل اليدين المتكرر بماء وصابون وماء جاري وحده يكفي إذا أضفنا مادة فيها الكحول زي ما موجود على يمين الشاشة يبقى وده عشان نحاول نحطم الغلاف الدهني اللي موجود حول الفيروس نوقف الفيديو على كده ونرجع لو سمحت ليه أنا الكلام ده جديد؟ لا الكلام ده اللي مكتوب على ظهر الكرسات وإحنا في ابتدائي من سنين لو سمحت تجنب الأماكن المغلقة سيئة التهوية لو سمحت هوي ها الناس بتحسد مصر على شمسها وعلى جوها وكانوا بيقولوا لنا وهذه مقولة صحيحة تماما أن البيت الذي يدخله الشمس لا يدخله الطبيب لأن التهوية لا تسمح باستمرار هذه الجزيئات لفترة طويلة يعني زي ما وردتكم الفيديو المرة اللي فاتت أن لو واحد عطس أو كح وكانت الجزيئات بتاعته دي بتحمل الفيروس فهي تستمر في مكان مغلق لحد 20 دقيقة يعني حضرتك دخلت صالة بنك سوبر ماركت مكان مغلق حد عطس أو كح فيه وكان يحمل الفيروس ده في الإفرازات بتاعته من 10 دقايق أو 15 دقيقة هو عطس وخلص وكح وعمل كل اللي عايزه فيه السوبر ماركت ده وروح بيتهم وحضرتك تدخل لأم تلتقط هذه الجزيئات عشان كده تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة طب التهوية هتخلي وجود هذه الجزيئات في الجو بيقل لحوالي دقيقة أو أقل بيقى ما استمرش لفترة طويلة طب الفيروس قلنا تقيله بيقى على السطح يبقى حضرتك تحاول أنك تتجنب ملامسة الأسطح اللي منتش واثق فيه طب أنا حقدر رح أمشي ماسك إيدي لا حضرتك بقى كل شوية لو سمحت اغسل إيدك ولو سمحت حضرتك ارجع إلى الهدي النبوي ونتذكر سيد الخلق الذي لا ينطق عن الهوى اللي قال من 1500 سنة وقال لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات في اليوم والليلة هل يبقي هذا من ضرن وشيء قالوا لا يبقي من ضرن وشيء قال كذلك الوضوء طيب وقام لما سؤل نتوضى لكل صلاة وقال لهم الوضوء آه يجوز لكن الوضوء على الوضوء نور على نور عشان يحفز الناس على الاغتسال طيب فيه خمس فروض طب وخمس سنن مثلا ما بينهم يبقى حخص الإيدي غسيل جيد ها اللي احنا بنقول عشرين ثانية زي ما قلت لحضرتك حضرتك لو تراجع كده الوضوء وتشوف المية حتمر على ايدك كم مرة وانت توضح هتلاقيها غطة العشرين ثانية دول الماء الجاري والصابون وحده يكفي وتكرار الغسل كفاية كل ما تقابل سطحه كل ما تلامس حاجة كل تخش تغسل ايدك عشان ما تنقلش الفيروس طب ما لمسه والشيء انا اقدر لمس الوج وجد انه من غير ما تدرك وبدون ما حضرتك تاخد بالك اعتاد البشر نم يلمس وجههم وقد يصل لبعض الناس الى عشر وخمستاشر وعشرين مرة في الدقيقة بدون وعي وبدون شعور طب هعمل ايه حاول اتجنب ده هغسل ايدي كل شوية اغسل وجهي كل شوية احاول في معاملاتي اليومية استخدم انا بستخدم ايدي اليمين كتير ودي اللي باجيبها على وشي ودي فلما اجي افتح باب افتحه بالكوع مش براحة اليد وحاول استخدم الايد الشمال اللي انا مش حلمس بيها كتير افتح باب الاسنصير بيها افتح باب هي اللي زق بيها العربية في السوبر ماركت هي اللي افتح بيها اكرة الباب بتاع العربية عشان اخلي ايدي اللي بتلامس الوج تبقى هي اقل عرضة لان يكون فيها هذه الفيروسات والغسيل المتكرر اليد والكحول وغيره ده ما هواش حاجة اساسية الاساس هو مين هو ان حضرتك ما تلمس الوجه وان لو سمحت عشان ما تلمس الوجه ده كمان والاخشية المخاطية وكل شوية تغسل ايدا هل معانا تليفون عليكم السلام اتفضلي اهلا بحضرتك كل عام وحضرك طيبة عددك طيب انا انتبع حضرتك جدا وانا قبل ما اتجاوز ماشر عن نصيحك وحضرتك بطور محترم جدا وكل حاجة عملت بيها عددك يعني انا انتقدر لك فت عائلتي وفت كل صحابي من معلماتك دي كلها حضرتك انا حضرتك مسترونك من بس اتسألك سؤال تفضلي انا دكتور عادل انا جاوزت من ثمات المصص وخلفت مرتين ثاني مرة كنت بعمل في المرة عشان اعرف نوع الجنين قال لي انت عندك ورامليفي انا مش عارف حضرتك انا فقالت دكتور يعني ايه ورامليفي قال لي ولكنك سميت حاجة وطلت تقال حضرتك هو كلام ده صح ولا وحضرتك حضرتك الوقتي حضرتك الوقتي ولدتي ولا لسه حامل لا انا ولدت بقالك قد ايه انا كنت والده بقال ليه ثلاث شهور تمام الورامليفي اي ستة تقال لها عندك ورامليفي تقوم تسأل الدكتور على الاسئلة الاتية مكانه فين هيقول لها في الرحم تقول له لا في اعلى الرحم في وسطه في عنق الرحم وبعدين نوعه ايه الاورامليفيها تلات انواع نوع داخل تجويف الرحم ونوع في عضلة الرحم ونوع خارجي يبقى ده السؤال رقم اتنين السؤال رقم تلاتة حجمه قد ايه عشان نعرف نجاوب حضرتك ده يتعمل له ايه لان الاورام اللي فيها باب كبير قوي هحاول اوجزه لحضرتك فيه الاتي بس لو كنت معايا بس على التليفون حضرك بتقولينك بتتبع البرنامج ده من قبل الجواز ومش عارف ايه هل كان عندك مشكلة كان ايه اللي فادك فيها عايزة اسمع بس يعني انا كان عندك مشكلة انا قاعدت اول ثلاث شهور في الجواز مخلفش وبعد كده حملت وسقفت وبعد كده حملت تاني والحمد الله رب يا تنون علي وبعد كده بعديها كنت حملت على وانا بردع وكده حملت بقى الحملة التاني دوت انا كنت بيكيلي فيه وجع جامد يعني مش قادر اقول لك الدكتور وكنت بنزل دم وما يتنزل مني وولدت مبكر وكده بالدكتور قايل حدثك بقت عشان اتطمن على الجنين دوت فأما أقيل لك كان عندك افرازات ودم وولده مبكرة وقلم شديد اللي هي كلها مشاكل ومضاعفات الورم الليفي وبعدين أما أقيل لك عندك ورم الليفي وبعدين أما أقيل لك ولا أكنك سمعتي حاجة طيب هو أنا مش هعلق على الكلام ده لكن هقول لحضرتك الحقيقة ايه تمام؟ لأن التعليق على الكلام ده هيقدر نقول كلام مش ظريف اسمعيني بعد إذن حضرتك الأورام الليفية هي أورام منتشرة بين السيدات فهي موجودة في حوالي تلت السيدات قد تصل نسبتها تلت السيدات عندهم أورام الليفية الله بس إحنا بنسمعش كده قوي أي ول أن معظم الأورام الليفية اللي موجودة في تلت السيدات بتبقى حجمها صغير ولا تعمل أعراض ولا تحتاج إلى أي تدخل وبالتالي يبدو أن الورم الليفي يحتاج إلى تقييم بناء على عدة معطيات واحد الأورام اللي فيها منتشرة جدا الأورام اللي فيها أورام حميدة من مبدأها لمنتهاها ما فيش أي احتمالية إنها تقلب لأورام خبيثة عكس ما يشاع أو طيب عندما يقول الأطباء إن ده اسمه ورم يبقى تحقق فيه ثلاث صفات إذا فقط صفة منهم غالباً الأطباء ما كانوش يوصفوه بلفظ ورم واحد إنه سيستمر موجود ويجبر بمرور الوقت والعمر يا إما ببقاش اسمه ورم اتنين سيضغط ويؤثر على ما حوله ثلاثة إنه لا يعالج دوائياً وإنه يعالج بجراح يبقى قادي الثلاث معطيات اللي تقول إن ده ورم فالورم اللي فيه الحقائق الآتية بيجبر بمرور الوقت والعمر ورم حميد بيطلع في عضلة الرحم لا يعلم الأطباء سبباً له وبعض السيدات عندهم استعداد في الرحم لتكوينه ويضغط بمرور الوقت على ما حوله وبجانبه يضغط على الأنابيب يسدها يضغط على عنق الرحم يقفله يخلي الست ما تولدش من تحت يضغط على تجويف الرحم فيعمل نزيف ويضغط على الحالب لو حجمه كبير أوي والبرة فيعمل مشاكل في الجهاز البولي وهكذا تمام؟ لا يزال ألا بجراحة طب هل كل ستة عندها ورم ليفي محتاجة إنها تعمل جراحة؟ لا ده يعتمد على الورم الليفي ده الست دي سنها قد إيه؟ رغبتها في الحمل عايزة تحمل ولا لأ؟ معها أطفال ولا لأ؟ عايزة تحمل تاني بعد كده ولا؟ حجم الورم الليفي وموضعه من ناحية هو داخل تجويف الرحم وده ورم ليفي في منطقة حساسة قد تؤدي لمنع الحمل وتحدث نزيف ويجب التدخل الجراحي لعلاجه حتى لو كان حجمه صغير أوي يبقى ده اللي جوه تجويف الرحم اللي في عضلة الرحم ما نعمل لوش تدخل ألا إذا كان حجمه متوسط 3 سنتي فيما فوق أو ابتدى يعمل أعراض زي نزف أو يؤثر على فرص 6 في الحمل الورم الليفي الخارجي اللي ناحية برة لا يتم التدخل معاه إلا إذا كان حجمه كبير أوي يعني وصل لأحجام 5-6-7 سنتي فيما فوق تمام؟ وبالتالي القرار يعتمد على وجود الورم الليفي ده فين؟ وحجمه قد إيه؟ والأعراض إيه؟ وسن الست إيه؟ ورغبتها في العينجاب بعد كده إيه؟ لكن الست إيه اللي تحمل وعندها ورم ليفي فيه الرحم تيجي لها كل المشاكل اللي حضرتك قلتي عليه تبقى عرضة للإجهاض بصورة أعلى يعمل نزف متكرر وارد يعمل ولادة مبكرة لأن الرحم بيحاول ينقبض ليطرد الورم الليفي فبياخد في وشه الحمل يحصل في الورم الليفي حاجة اسمها Red Generation التغير أو التحلل الأحمر وده يؤدي إلى ألم شديد محل الورم الليفي ويطلع منه نواتج لمعاملات التهاب تؤدي إلى تهيج عضلة الرحم وتثير عضلة الرحم وتزيد نسبة احتمالية حدوث الولادة المبكرة طب كان ممكن أشيله وقت الولادة ممنوع منعاً باتاً أن يزال وارم الليفي أثناء الحمل أو أثناء الولادة طب أنا والدة بقى لي ثلاث شهور لما يعدي ست شهور من الولادة أروح لدكتور كويس بيقول الحقيقة مش بيقول كلام وهمي ومش بيخدعني ومش بيمشيني من قدامه يعمل لي صنار مهبلي ويقيم حجم الورم الليفي وموضعه وبناءً عليه أن نشوف هو محتاج لتدخل والتدخل سيكون جراحة لأنه لا يعالج دوائياً ولا مش محتاج تدخل ومحتاج فقط يتابع حجمه وتطور زيادته في الحجم بالصنار ده المختصر المفيد فيما يقال عن الأورام الليفيه هل معنا اتصال آخر؟ أد إمتى؟ طيب نخرج لفاصل وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم الفيديو التثقيفي عن وسائل الوقاية من كوفيد 19 فيروس الكورونا المستحدث ونستكمل استقبال اتصالات حضراتكم فاصل وبعد الفاصل نواصل بشت خير أهلا بحضراتكم وعودنا إليكم بعد الفاصل ونستكمل الحديث عن موضوع الساعة نشوف الفيديو لو معناش اتصال تليفوني نكمل الفيديو بعد إذن حضراتكم فقلنا إن الفيروس فيروس ضعيف وينتقل بالرزاز ما فيش أي إثبات على انتقاله بالهواء زي ما كان بعض الناس بتشيع أهو لو سمحت معلش نرجع عشر ثواني نرجع عشر ثواني بعد إذنكم نرجع يا جماعة نرجع بس دي وسائل وقاية حوال رياح لحضراتكم مرة أخرى وسائل وقاية من الفيروس نشتغل بقى كده الفيديو بعد إذن حضراتكم اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون تجنب لمس العين والأنف والفم غطي فمك عند تجنب الأماكن المزدحمة ألزم بيتك بأي شعور بأعراض تنفسية أو تواعك أو ارتفاع في الحرارة أي ده صاحبه صعوبة في التنفس عليك لاتصال بالتليفونات بتاعة الرعاية الصحية واحرص على متابعة آخر المعلومات اللي تصدرها من الزمن صحة العالمية للمعلومات الموسقة طرق الوقاية ها نعدها مرة أخرى هذا الفيروس ينتقل بالرزاز من خروج الإفرازات الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون دي الطريقة المسلة للعطس أو الكحة إذا ما كانش معاك منديل والتخلص من النفايات في الأماكن المعدة لها العادات الصحية والغذائية السليمة مع عدم لمس الوجه المتكرر إمتى بقى نرتدي المسك؟ نقف كده نقف عشان أنا مرة الفات قلتلكه نقف في الفيديو في الحتة دي طاعتك إذا كنت تعاني من الكحة والرشح بترتدي المسك عشان إفرازات بتاعتك ما تعديش اللي حواليك الناس اللي بيتعاملوا مع اللي عنده الأعراض دي يرتدوا المسك الناس اللي في الأماكن المزدحمة يجب تجنب الأماكن المزدحمة نقف يا جماعة هنا بعد إذنكم نقف نرجع بقى يجب تجنب الأماكن المزدحمة أنا بشوف الناس الوقتي آه إحنا بنعملين حظر لعدد ساعات معين ده بش معنى أن الفيروس بينشط صباحا وبيقف ليلا لكن لأن فترة المساء عايزين نقلل 12-14 ساعة ما فيهاش زحام مجتمع عشان نقلل ده يقوم إحنا كمان الفترات اللي مباح فيها نخرج إلى أماكن طلقة أماكن فيها هوا طلق مش أماكن مغلقة ما حصلش حاجة للتدافع اللي موجود على اليميش وعلى الحلويات وعلى المكسرات وعلى الأكل والخضار اللي في المحلات والتلامس اللي بين الناس والأماكن المغلقة لأن دي موبوءة تماما بالفيروس بهذه التوقيت يجب تجنب الأماكن المغلقة قدر الإمكان وفي الأماكن المغلقة ممكن استخدام المسكات عشان تقليل الرزاز اللي طالع منك ما يضرش غيرك ولو كلنا بقى في الأماكن المغلقة لابسين ده يبقى مش هندر بعض لكن المسك في حد ذاته زي ما قلت غير مطلوب غير للتلات النوعيات دي عشان نترك المسكات دي للتواقم الطبية التي تحتاج هذه المسكات ولا تجدها في كثير من الأحيان نتيجة للضغوط عليها في العالم كله عشان نوفرها للتواقم الطبية اللي للأسف العدوى فيهم بتزداد يوم بعد يوم هناخد اتصال ونكمل فيديو عليكم السلام عليكم عليكم السلام اهلا بحضرتك معي المدام ولدت ستة خيصرية وجات من خمس شهور ستة قيصريات عاملة ستة قيصريات ستة خيصريات اه وجات من خمس شهور برضو وضعت خيصرية تاني في الشهر الخامس لان كان فيه خالة الدين وروحت مركز القوم البحوث وعملنا تحليل اللي هو السهل الميوزي واستضح ان هو حامل طفرة الجينية في ناس جناه تمام حامل طفرة الجينية لايه للدون يعني هو الاطفال اللي قبل كده برضو فيهم تشوهات طيب فاعلموكم ان انتو اتبعوا وان المتابعة تتم بصنار وان حالة حضراتكو حاجة اسمها هاي ريسك فيها خطورة عالية فالافضل من الصنار اللي نيجي عند الاسبوع العشرين لاثنين وعشرين اللي هو الشهر الخامس تمام نسحب عينة ثانية واحدة بس ثانية واحدة ثانية واحدة بعد اذنك نسحب عشان نفهم الناس نسحب عينة من السهل الامنيوسي ونبعاتها لتحليل الكروموزومات فلقيتوا ان فيه خلل كروموزومي فانزلته الطفل فحضرتك هتسألني بقى فيه احتمال انه يتكرر تاني ولا هنجيب عيال سلام سؤالي بس طيب لو احنا هنزدم على الحمل الوقتي طبعا احنا المدام وضع في السهل الخامس الاجابة انها تفتح بطنها ست مرات انتو مش ربنا كرامكم بتلت اطفال كويسين تمام وهي فتحت بطنها هنعمل حجم بشارة اضفر مثلا هل المشوار ده اللي هو الحمل الاسير ده وهي ده اضحاء حضرت الراحة والعادة الاجابة نعم الاجابة نعم تالت مرة او الاجابة نعم نقضل بعد جدية على الحمل تاني نعم نقضل بعد جدية على الاخر حمل ده طب وحضرتك انتو ليه ترغبوا في اطفال تاني مش ربنا كرامكم بتلاتة يعني لو هنقضل مثلا لو هنقضل مثلا لا لا حضرتك حضرتك سيبك من لو دي سيبك من لو حضرتكو محتاجين ان تجيبوا اطفال تاني في ظل الظروف دي ايوه ايوه لأ مهمة تلات بنات تلات بنات فانتو عايزين تجيبوا الولد زي بعض زي بعض عشان ما يعايركش في البلد لا مش كده يعني ها سنة الحياة سنة الحياة يهبوا لمن يشاء ماشي حاضر هجاوب حضرتك فحضرتكو عايزين تعملوا حقن مجهري مع اختيار جنس الجنين عشان نجيبوا ولد ونخلص وما حدش يعيرنا وما نجعش بالنا وما نفتحش بطنها تاني ويا ريد كمان بقى وانتو بتعملولنا حقن مجهري بتعملولنا كده اختبار للكروموزومات تاعت الجنين قبل ما تنقلهولنا فتنقلنا واحد يكون ذكر ويكون مفهوش المشاكل دي عشان نبقى ايه زي الفل كده ونحمد ربنا على كده الاجابة ان حضرتك ان ست تفتح بطنها ست مرات ده كتير وان اخر مرة اتعاملت قيسرية في الشهر الخامس لانك اتعاملت خمس قيسرية قبل كده فلا يملكوا انزال الطفل ده مهبليا لان الرحم كان حينفجر القيسرية اللي في الخامس دي مضعفة لعضلة الرحم اكتر فاذا كنتوا عايزين تمشوا المشوار ده زي ما حضرتك بتقول مش قبل سنة سنة ونص سنتين ما بين سنة لسنتين من القيسرية الاخيرة واي حمل بعد كده للأسف بيحمل احتمالية لان الجرح بتاع القيسرية تفتح وهو ما يطلق عليه الاطباء انفجار للرحم ونرجو من الله اللي يحدث وحضرتكو طبعا عايزين الزكر تمام فحتروحوا تعملوا اختيار لجنس الجنين بالحقن المجهري ربنا يعينك على تكلفته لان تكلفته كتير واختيار جنس الجنين تكلفته كتيرين ولو كان فيه تقنية هي مش موجودة في مصر ان نعمل فحص للجينات والكروموزومات قبل نقل الأجنة دي تكلفتها عالية اوي 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 علشان ان شاء الله ربنا يرزقكو الولد يا رب بالتوفيق ان شاء الله معنا اتصال تليفوني اخر قلوسا وعليكم وعليكم السلام ازاك ببطر عياد اهلا بحضرتك يا فن معك محمد يفن اهلا بيك يا فن انا زبتك تعمل حقن مجال يوم 25 ثلاثة نقلت أجنة يوم 25 ثلاثة لا لا حضرتك عملت الحقن نفس يوم 25 ثلاثة ما هو الحقن يا فندم بيتعمل فيه حاجة من اتنين شفط البويضات ونقل الأجنة فالعملت يوم 25 ثلاثة كان ايه فيهم كانت كان اللي هي الحقن نفسه بقى ايوا فندم اسمه نقل اسمه نقل الأجنة نقل الأجنة ايوا يبقى زي ما انا قلت في الاول كده نقلت الأجنة يوم 25 ثلاثة تمام ايوا حضرتك حضرتك بعد 15 يوم عملنا تحليل يكتمل لثلاثة أجنة بعد 15 يوم عملنا تحليل طرق سباح ثلاث 266 18 كويس أقول ده في حمله حمله كويس كمان تمام بس لما جاننا نعمل الإشعاع لقينا جانين واحد اللي هو كيس واحد يعني طيب وانتم متعجبين ليه؟ لا أنا الحمد لله رضا تمام الحمد لله بس جانا حضرتك نعمل التحليل اللي هو السيولة بتاع الدم ايوا في حالة كده هو كله كويس بس في نقطة اللي هي جي ان ار دي اللي فيها السيولة في الدم شوية طيب أنا الآن من دي طيب حضرتك في خلل في تحليل السيولة بحيث ان الست دي عرضة لتجلطات في الدم وبالتالي مركز الحقن المجهري يقدل حضرتك أدوية للسيولة وحقا تحت الجلد حضرتك ماشي عليها وهم شرحوا لك الكلام ده ورغما عن هذا حضرتك بتسألني تمشوا على أدوية السيولة بس حضرتك استشارة ايوا هذه السيولة اللي في الدم دي يعني ممكن تبقى صعبة على الجنين لا مش صعبة على الجنين ولا صعبة على الطبيب صعبة ان حضرتكم يبقوا شرحوا لكوا في المركز وانهم عملوا معاكم الخير كله وعملوكوا كويس والحمد لله حصل حمل وعملين التحليل واكتشفوا المشكلة ومديينكوا علاج لها وشرحين لكوا الكلام ده ومع ذلك برضو حضرتك ايه مش مقتنع بيهم لكن لا مقتنع حضرتك انا حضرتك مقتنع بيهم كل حاجة بس انا الان من التحليل دي ده بس اللي هو السيولة في التم حضرتك ايوا فاندم والتحليل ده هما شرحوا لحضرتك النعلاج والحقن اللي هما كان بنهالك لما عشان يحضروا كده فانهم يتسافرشوا كده ايوا حضرتكم ما بتسافروش لكن بتتبعوا والله انا بنتبع دكتورة لا انا بكل جمعة بكتبعك لا 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 ثانية واحدة حضرتك بتتبعني على راسي وده يشرفني بس الحمل متابعته مش بالتليفون ولا بالتليفزيون الحمل يرى بصنار تماما احنا عملنا صنار لنهينا الجميل وفي نطب تمام شغال طب جميلة هو يبقى حضرتك بتتبع الحمل مش بتتبعوش تماما انا بتتبع في وقت الفيوم حضرتك ايوا فاندم بتتبع في الفيوم في بني سويف في واد الريان في المسافة ما بين الفيوم للقاهرة وفي المركز اللي كنا عاملين في القاهرة اسمو بتتبع الحمل فحضرتك بقى الدكتور بس جدا بقى من حضرتك يا دكتور يعني كويس الحمد لله كده اه كل حاجة كويسة جدا الحمد لله ايه مش كرينا الحمد لله كنت عزة طمعين مشوهنا جد وعلى فترة يا دكتور احنا قلنا عملنا عند حضرتك في 2013 اللي هي تكايزات وورام حميمة وكانوا تلات عملاته مع الحمد لله ربنا يوفقك ويوفقنا ويتمبلكو على خير الحمد لله يعني حسن خاطر قد الزنوب يعني ونفقش قد كده الحمد لله يعني ربنا كرمنا وعملنا الحاين في الآية طيب يا فندم ربنا المهم ان ربنا يكرمكو ونقلونكو كام جنين لما نقلنا نقلنا تلاتة بش الحمد لله طلع كيس يعني بالرقم اللي أنا قلت تلع طلع كيس وهو وارد ان ينقله عشر اجنة واللي يثبت هو واحد بس المهم ان يثبت واحد والحمد لله ربنا يتم الحضراتكو بكل خير بإذن الله تعالى إن شاء الله طيب ده شيء جميل هل نقدر نشوف بقية الفيديو فضله الأعراض بتبتدي بارتفاع في الحرارة وألم في الحلق في الأغلب لكن الفيروس بيدخل إلى الرئة ويؤدي إلى خلل في عملية انتقال الأكسوجين ما بين الرئة والتبادل الأكسوجين وللأسف الشديد احنا لا نملك علاج للفيروس حتى هذه اللحظة ولأننا لا نملك علاج فالعلاج الوحيد هو أن نتقي إنه ما يجيش عشان الفيروس ما يجيش نعمل الحاجات اللي حضراتكو هتشوفوها دي تمام من مشاكل الناس أيوة اللي بيركبوا اللي بيستخدموا المسكات ومشيين بالجوانتيات في الشارع إن عندهم إحساس زائف بالأمان تمام إن أنا حطت المسك على وشي وإن أنا أهو بتقول إن أنا لمست زرار هنا في الأسانسير بعد خمس دقايق جي واحد لمس الزرار وأنا كان عندي الفيروس خد الفيروس من إيده وحطاه في عينه وبالتالي الأسطح خضرتك لو سمحت تتجنب ملامسة الأسطح زي ما قلنا باليد الأكتف بتاعتك وكل ما تلامس سطح تغسل غسيل متكرر والإحساس الزائف اللي الناس حساها بالأمان إنهم حطين كمامة أو إنهم لابسين جوانتي ده كلام مش مظبوط وهو بتقول الغسيل المتكرر وقبل غسل الإيدين وبعدها تتجنب ملامسة الوجه والأغشية المخاطية وهم طبعا يعني في الصين لأنهم كانت بلد ده عاملين أغنية علشان يقولوا للناس إزاي يغسلوا إيدهم أهو وإن غسيل الإيد ما هواش بس إنك تمرر إيدك ده ده له طريقة لازم ظهر الإيد الراحة وظهر الإيد وبين الأصابع ومنشأ الأظافر وقلنا المرة اللي فاتت 2020 هي مشكلة الفيروس ده ظهر فقلنا لازم 20 ثانية على الأقل من غسل الإيد والغسل بالمية والصابون وإذا كنت خارج البيت ما فيش صابون متوفر ممكن هنا بقى نستخدم الجل الكحولي أو السنتسايزر أو المطهرات المحافظة على مسافة محددة بين كل شخص وآخر قلنا الحلقة اللي فاتت إن على الأقل توفيتس يعني تقريبا من 150 لـ 150 سنطي لـ 2 متر الناس النهاردة بتقول كمان أكتر من كده يا ريت إذا اضطرت للخروج يجب الحفاظ على مسافة أمان بينك وبين الآخرين مش نلزق في بعض في السوبر ماركت مش نلزق في الأسواء أهو السلام يتم بدون الملامسة ده غلط ممنوع القبولات والأحضان الوسيلة العربية في التعبير عن الحب والمواد ده يجب أن تتجنب لأنها تنقل الفيروس وإحنا مش عارفين مين فينا المصاب ومين اللي سليم نحول التحية إلى الطريقة الآتية ممكن كده لأننا ما استخدمناش راحة اليد ومستخدمنا الكوع اللي هو اللي مش هيجي على العين ولا الفم ولا الأنف تنتقل عن طريق الرزاز والعدوى ممكن تيجي أحيانا من مجرد الكلام المصابين وبالتالي المسافة المجتمعية مهمة جدا عشان كده وقفنا الصلاة في المساجد وفي الكنائس وقللنا التجمعات رغما عن قصوة هذا القرار التهوية شيء مهم جدا الكسافة بتاعت الفيروس في المكان هي اللي بتأدي الانتقاله عشان كده التهوية والأماكن جيدة التهوية زي ما قلنا مهمة جدا والإرشادات اللي حنتبعها فيه إرشادات لاستخدام الكحول الطبي ما فيش ناس تقعد ترش الكحول كده في الهوى تمام التهوية زي ما قلنا البيت اللي بيدخله الشمس لا يدخله الطبيب إمكانية إن العدوى تنتقل بالهواء إمكانية مشكوك فيها إلا إذا كنتم قريب من مصدر العدوى يعني هي في الآخر برضو هو الرزاز الالتزام بالتعليمات دي بيحتاج لصبر وتعود ولكن أهم شيء يجب أن تتذكروا أن الفيروس لا نعرف هو منين وإن البني أدمين اللي حاملين للفيروس قد لا يظهر عليهم أي أعراض لأن احنا قلنا المرة اللي فاتت إن 60% من البشر سيصابه و80% ل85% قد لا يكون هناك أعراض على الإطلاق لكنهم رغم أن عندهمش أعراض وإن منعتهم جيدة وإن استطاعوا مقاومته هم يخرجوا الفيروس وقد يتسببوا في انتشاره وبالتالي يجب أخذ الحذر من أي حد إنه قد يكون مصدر إن حضرتك تتعدي ولكن هذا النوع من الفيروسات يمكن القضاء عليه بإزابة الغلاف الدهني له بالغسيل المتكرر والعادات الصحية الجيدة و في انتظار إنه يبقى فيه علاج وفي انتظار إنه يبقى فيه ترياق وفي انتظار إنه يبقى فيه مصل علشان نعرف إيه نتعامل مع الفيروس إزاي هنا بقى أنا عايزة أقف نرجع بعد إذن تعالوا لي بعد إذن حضراتكم نرجع بالكاميرا هنا المرة اللي فاتت قلت لحضراتكم على الكمامة الطبية ومين الأشخاص اللي مفروض يستخدموها ولسه قلت النهاردة الناس بتفتكر إنها ماشية في الشارع إنها مدام لبسة ده عندها إحساس زائف بالأمان خلاص ما نلبس الكمامة دي هذه الكمامة بالمناسبة لا تمنع الفيروس دي فيها بورز فيها فتحات تسمع الحضراتك بالتهوية والفيروس أقل من ده لكن الكمامة تمنع انتشاره منك انت للناس التانية بس بيقولوا بقى لو إحنا في مكان مغلق وكلنا لابسينها يبقى كلنا بنمنع الانتشار من بعض لكن لها قواعد وقصص لاستخدامها الناس بقى اللي بتستخدم القفازات الطبية هوري حضراتكم انتم بتعملوا ايه بالقفازات دي بالزبط ودي الطريقة المصلة لاكتساب العدوى نشوف الفيديو ده وبعدين نرجع بعد الفيديو نشوف الصورة اللي معانا بسرعة كده نشوف الفيديو نشوف الفيديو هو هو يا فندم الفيديو ده اسمه نشوف الفيديو يلا مفيش فايدة من انك تلبس جوانتي والفايدة الأكبر ان حضرتك تغسل ايدك لو لبست جوانتي ماشي اذا كنت عايز بتقول لك اذا كنت عايز تلبس جوانتي لبسه بس حضرتك لو سمحت اعرف عشان تلبس الجوانتي ده ان في حاجة اسمها التلوث المتبادل اللي الطريقة اللي الناس بتستخدم بيها الجوانتي هي الطريقة المسلة لانها تنقل لنفسها الميكروبات ده واحد داخل السوبر ماركت فأم لابس الجوانتي وبعدين جات له مكالمة فأم ماسك التليفون المحمول بتاعه وحيبتدي يرد ماير دي اللي ده سوبر ماركت مشهور عندهم في امريكا ممكن نعلي الصوت ونوضح صوتها لو سمحتوا أنا مترجم الكلام هي بتقول لو انت عايز تجيب ورق تواليت اللي لو لقيت منه حاجة الوقتي في امريكا المهم يعني بتقول هاخد الورق ده اهو اول ما لمست العبوة دي في جراثيم جات على ايدي من العبوة دي من اللي انت جبتها في السوبر ماركت بالجوانتي بتاع حضرتك طيب ماشي بقى والتليفون رن تليفون ده عايزة ارد عليه وانا ماسك الجوانتي فبتقول جات لي رسالة من زوجي بيقول لي هتلنا فراخ معاك ما تنسيش حاضر هرد عليه هجيب الفراخ واستخدمت التليفون وانا بالجوانتي عمال هلمس كل حاجة بالجوانتي على اسات حلاص الجوانتي ده حميني وبعد شوية جات عايزة حكم انا خيري فاقمت حك بالجوانتي والوقت بقى التليفون بيرن تاني فاقم ماسك التليفون تاني وارد وارد بالجوانتي الملوس للتليفون والتليفون وامحطه على وشي انا الوقت حاسس بالامان ان انا مسك اللابس الجوانتي لا انا مش في امان انا كده باجيب الميكروبات اللي ايه وبعدين بقى وصلت العربية والجوانتي هوم عامل ايه فقلعت الجوانتي وعايز احطه في سلة المهملات انا كده كويس هوا لكن حضرتك ناس انك الجوانتي بتاعك ده ردت بيه على التليفون ولمست بيه التليفون والتليفون ده هترد عليه تاني وتحطه على وشك وتستخدم ايدك حضرتك اعمل ممكن يخليك تشعر بالامان بس شعور الامان اللي عندك بالجوانتي والكمامة ده شعور امان زائف لان هذا لا يغني عن الخطوات التبضية والمعاملات الصحيحة وان حضرتك ما تلمس ايدك وان تغسل ايديك كل شوية وما تلمس الاماكن الملوسة وكل شوية تغسل ايدين وبناء على هذا نشوف الصورة اللي معانا هذا الاستخدام للقفازات هالقفازات تصبح مصدرا للتلوث وتعطي شعور زائف بنظافة الايدي وشعور زائف بالامان اغسل يديك باستمرار ولا تلبس القفازات الا للضرورة وفروها للفريق الطبي وفرو المهمات الطبية للفريق الطبي لمن هم على خط النار لمن هم يحتاجون ده لمن هم في اشد الحاجة لده للضغوط المجتمعية في العالم كله على المهمات الطبية الحلقة اللي فاتت اختثمنا الحلقة بتوجيه التحية للفريق الطبي خد لا تكونوا تعلمون ان عشرين في المية يقترب من بين عشرين في المية ما فيش اعداد محددة بلاش نقول اعداد من المصادين والمعلن عنهم يوميا هم من الفريق الطبي والفريق الطبي اطباء وتمريد وفنيين وعمال هم الجنود اللي بتحارب المعركة دي كل يوم حضرتك بتفقد من الجنود دول وبيتم تحييد احد اسلحتك مستشفى طغلة بنفقد موارد لمواجهة ده فقدانهم ده لان البي بي اي البرسونال بروتيكشن اكويبمنت اللي هو عوامل حماية دي هم قد تكون متوفرة لضغط الناس لسحبها عوامل الحماية دي اللي محتاجينها الفريق الطبي الفريق الطبي يخوض هذه المعركة يخوض هذه المعركة بمنتهى النزاهة والضمير لا يرجون لا بياخدوا فلوس زيادة عشان يروحوا المستشفيات دي ولا وبيضحوا بحياتهم وبأسرهم وبخطورة تعريض احباهم اللي حيرجعوا لهم البيت للعدوى في سبيل انهم يحملوا هذه الرسالة ويحربوا عن حضراتكو هذه المعركة ويكونوا خط الدفاع الاول فلا اقل من التقدير ما نشوفش الناس اللي بتخبط على الدكتورة وعايزة تطردها قصدي بتشتغل في مستشفى العزب ما نشوفش الناس اللي رفضت ان والد الطبيب المتوفى يدفن كأنه عار ان حد متوفى بهذا المرض لانه عندما يجتمع الجهل وقلة العلم وقلة تقدير تكون هذا هذه هي التصرفات كل التحية وكل التقدير للاطباء اللي وقفين على خط النار اللي كل يوم بيفقد منهم ناس وبنفقد جنود مهمين في هذه الحرب ولا يرغبون من حضراتكو سوى في التقدير في كلمة طيبة في نظرة طيبة في حد يروح المستشفى يقول لهم انتو عاملين ايه ها احنا متشكرين لكم احنا فضلكم ده مش هنقدر ننكره ربنا معاكم دعوة بس دعوة دعوة وكلمة طيبة كل التحية وكل التقدير لكل الزملاء ولكل الاطباء الرابطين على خط النار المحاربين في سبيل صحة هذه الأمة وبإذن الله سننتصر في هذه المعركة وبإذن الله سنلتقي وبدون مشكلة وقريبا هذه سنة الله في خلقه وهذه البلد والأرض محروسة كل التحية وكل التقدير للمؤسسات المصرية للحكومة المصرية لكل القرارات المصرية اللي اتخذت اللي محسوبة بدقة وبعناية وفتوقتها وكل التحية والتقدير للفريق الطبي أطباء وتمريد وفنيين وعمال وكل الأمل في أن يلتزم الناس بالقواعد الصحيحة الحمد لله ربنا سترها معانا ربنا يكملها بالستر ادعو وألحه في الدعاء على أن يزال البلاء بدعوة مخلصة واحدة لواحد قد يقسم على الله فيبره كل السيدات وكل الأنسات للأسف الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة جينة ونلتقي قريبا والبشرة بيننا وفينا بإذن الله أجيلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشرة خير كل التحية وكل التقدير للأطباء ترجمة نانسي قنقر